رغم اختلاف الرؤى والأهداف والاستفافات في الأزمة السورية جددت دول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا مباحثاتها حول الأزمة السورية وتحديدا حول إدلب ومناطق شرقي الفرات هذه المرة من مدينة سوتش الروسية أردوغان وبوتين يكملان مباحثاتهما ضيف ثالث كان غائبا عن الاجتماع السابق التحق بهما الرئيس الإيراني حسن روحاني ليتابع الرؤساء الثلاثة مسارات أستانا التي فرغت من مضمونها المتمثل في خفض التصعيد وذلك بعد أن سيطر نظام الأسد بدعم الروسي وإيراني على درع وغوطة دمشق وريف حمص مجريات المباحثات ومخرجاتها لا تدل على توافق تام بالرؤى بين الدول الثلاث المختلفة أصلا حول أساس الأزمة السورية تركيا الدعمة للثورة السورية وإيران وروسيا الدعمتان لنظام بشار الأسد أردوغان في المؤتمر الختامي أكد أن أمل التوصل لحل الأزمة السورية بات قريب المنال أكثر من أي وقت مضى وشدد على ضرورة بذل جهود استثنائية من أجل المحافظة على الهدوء في إدلب ولم يفوت الرجل فرصة الحديث عن تمسك بلاده بالحرب ضد الميليشيات الكردية ومنعها من تشكيل حزام إرهابي على الحدود التركية السورية بوتين من جهته أكد ضرورة المحافظة على وحدة الأراضي السورية وعودتها نهاية الأمر إلى سلطة نظام الأسد وافقه بذلك حسن روحاني وأكد على استعداد بلاده لإجراء وساطة بين تركيا والنظام السوري بالتعاون مع روسيا فيما يتعلق بتهديدات الميليشيات الكردية ملف الانسحاب الأمريكي من سوريا كان حاضرا في مباحثات سوتي وربما كان أكثر ملف تقاربت فيه رؤى الدول الثلاث حيث كان هناك شبه إجماع على أهمية ملء الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الأمريكي المفترض لكن آلية ملء هذا الفراغ ظلت ضبابية